صلاح الدين من الجزائر يقول ما حكم أكل لحم الحمار النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يأكلن أحدكم لحم الحمر الأهلية هكذا قال عليه الصلاة والسلام ونحن مع كلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا لا يأكلن أحدكم لحم الحمر الأهلية لأن الحمر الوحشي العيشة في الصحراء ممكن إذا كانوا يحب أكل لحم الحمار يذهب إلى الصحراء التي فيها الحمر الوحشية ويأكل اللحم هناك الله يصلحنا وإياه نعم ولهذا في الحديث كما لا يأكلن أحدكم لحم الحمر الأهلية ولا كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير